خلنا نروح عبر اتصال هاتفه مثل كل أسبوع عند المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف منه أحوال الطقس كيف راح تكون مع الأسبوع الجديد يسعد صباحك صباح الخير سعيد صباحك يا أهني صباح الخير سعيد حسان صباح الخيرات يسعد صباحك فلا يسعد صباحك اليوم هيك بلشنا نحس بدفع الشمس خبرنا اليوم كيف حيكون طقسنا كونه نحن ببداية أسبوع الجديد وهل حيكون فيه منخفضات كيف حيكون طقسنا على بداية عن صباح وصير المسجد الأخبارية السورية للأخوة المواطنين بالنسبة لأحوال التقص خلال 24 ساعة القادمة والأمحاب الساعة حالة استقرار تستمر تقريبا حتى يوم الأربعاء نتيجة تقائل تحكي تأثير انتجاد المستفع جوي ممتد بكاسة طبقات الجو والأجواء بشكل عام بأغلب المناطق والمدن عن امتداد الزغرافية السورية ودرجات الحرارة تحضل أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية لتأثير المناطق الشيء المميز أنه خلال ساعة ليل عن كل أجواء باردة ويحضر من تشكل الضباب والضباب الكثير لأغلب المناطق الداخلية إلى ساعة ليل والصباح الباتر ومن حدوث الضقير بالمرتفاعات الجبلية المريعا تكون سرطية إلى جنوبية سرطية خفيفة السرعة والبحر خفيفة أرتفاع المناطق استمرنا على حالة استقرار من المتحدث حتى يوم الأردعاء في ساعة بعض الظهر والمساء النهار التنين والسلساء الأجواء بالظل غائمة جدئيا ولكن تخضر درجات الحرارة يوم السلساء تحديدا حتى تقترب الخرارات من معدلاتها مثل هذه الساعة وفي استمر الأجواء الباردة بالميل والأجواء أصبحت بالنهار بعض حرارات مقبولة نهارا وباردة لنا بأغلب المناطق واحتمال تشكل الضباب والكثير تضل مستمر معنا بأغلب المناطق الغرارية حالة البطار الضعيفة تبدلش قبل نهاية الاستواعية من يوم الأربعاء مساء من المناطق الساحلية والثمانية الغربية تتضح تحول من أجواء غائمة جدئيا إلى أجواء غائمة بدءا من الساحل وال村 للغريض السوائل والثمانية الأغلاق يجب عليهم تبضل خاص من المطر بدءا من المناطق الذي تكرناها المناطق الساحية والسمالية الغربية درجات الحرارة تظل حول معدلاتها أو أدنى بقليل بمثل هذه الفترة من السنة بشكل عام خلال هذا نحن نحذر من تبني متوى الرئيسية والأسلحية والسبب تشكرو في أغلب المعارض الداخلية ومن حدوث أستطيع بالمرتفعات الجبلية أما درجات الحرارة المستوى القعاب من العاصمة بمشق اليوم 16.5 القنيطرة 14.4 القلمون المرتفعات الجبلية 11.1 17.7 القلمون 16.6 منطقة الوسطى 15.6 15.6 منطقة الجزيرة 15.7 17.4 الساحل السوري اللابية 12.11 حلق 14.5 11.4 منطقة الشرقية 17.7 الرقا 15.4 وآخيرا 12.5 مدينة الشيء بميز 12 قبل هذه الأيام القادمة وهو الضباط في المناطق الداخلية والبرودة خلال شاعات الميل وفرق ما بين الحرارات وفرق ما بين الميل والنهار حالة استقرار بضل متمرها مثل ما ذكرت برجاء أكيد عليها حتى يوم الأربعاء بأغلب المناطق بإذن الله سعادة أستاذ حسان بدنا نشكر شكرك لليوم وأكيد نتمنى نقول الله يبعث الخير وتكون كل أحوال الطأس خيرة علينا وحتى المطر هو خير بالنسبة لأنه شكرا أستاذ حسان لإلك